الناس في استقبال هذا الكون المنظور أو هذا الكتاب المسطور في استقبال الحق على أربعة أصناف صنف يرى هذه الحقيقة وهم صم بكم عمي عنها لا يستعملون ملكاتهم التي أعطاهم الله تعالى إياها في معرفة الحق وصنف آخر جاحد ومشكك لهذه الحقيقة يعطل هذه الملكات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها وهؤلاء الناس يتبعون الهوى والله تعالى يحذر منهم قائلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وصنف آخر من الناس من يؤمنون بهذه الحقيقة يمرون عليها ويسبحون الله سبحانه وتعالى حينما يرونها أو حينما تلامس هذه الحقائق قلوبهم وصنف رابع وهذا الصنف أحسبه هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا وهي العقلية البحثية الإبراهيمية الخليلية عقلية الوصول إلى الحقائق كما سأل إبراهيم عليه السلام ربه في كتابه العزيز قال ربي أريني كيف تحيي الموتى السؤال هنا يوحي للبعض أن الإيمان لم يكن مستقر بعد في قلب إبراهيم عليه السلام ولكن القرآن يجيب ليزيل هذا الزعم فيقول له رب العزة أولم تؤمن قال إبراهيم مجيبا ربه بلى ولكن ليطمئن قلبي هنا نصف الطريق إلى الإيمان موجود في القلب والنصف الآخر أراده إبراهيم عليه السلام أن يبحث عن الحقيقة يرى مدى قدرة وإبداع خلق الله سبحانه وتعالى بأم عينيه فيتمتع بهذه النعمة العظيمة هنا أيها الإخوة الأحباب الله تعالى يريدنا أن نبحث عنه حتى نصل إليه وإذا بحثت عن الله واجتهدت في الوصول إليه تذوقت حلاوة الإيمان به والقرب منه تعالى وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر